ما هي أفضل الجامعات الروسية العالمية حسب التصنيف العالمي البريطاني سؤال هام في حياة كل إنسان يود الدراسة في روسيا والجواب في هذا الفيديو مرحبا بكم في قناة ديبلوموفيتش معكم عدل القلعي خبير في التوجيه والإرشاد الجامعي وتصنيف الجامعات الروسية يوجد أربع تصنيفات كبرى وهي التصنيف الروسي التصنيف شانغاي والتصنيف البريطاني كو إيس وتصنيف اليوم في هذه الحلقة تصنيف ذو البريطاني ونصنف ذو وهو تصنيف أفضل الجامعات في العالم وفق المجلة البريطانية تايمس للتعليم العالي لسنة 2022 ويتم تقييم أكثر من 1300 جامعة من 92 دولة حول العالم وبالنسبة للمعايير يعتمد التصنيف على 13 معيار مجمعة في 5 فئات كبرى وهو التعليم البحث الاقتباس التدويل والابتكار إذن 61 جامعة روسية حسب التصنيف العالمي للمجلة ذو وفلنحصل على هذه المعلومات إذن كما ترون هذا النقطة الاستفهام سوف يكون ترتيب الجامعة حسب المجلة تايمس البريطانية للتعليم العالي وموقع الجامعة سيكون بالأنجليزي ويمكن الدخول إلى الموقع والتعرف على الجامعة واللغة ستكون الموقع باللغة الروسية وكذلك الأنجليزية إذا لا تتقن الأنجليزية ما في مشكلة يمكن بالروسي وتذهب ويكون الجوجل يترجمها أوتوماتيكيا وتقرأ باللغة الضاد وهي العربية إذن لا في مشكلة بالنسبة للموقع إذن ويبقى في الأسفل اسم الجامعة ولكن هذا سيكون باللغة العربية إذن فلنذهب معا لنتعرف على الجامعة في الترتيب زائد 1221 وهي الجامعة الوطنية للبحوث مائي في المرتبة كذلك زائد 1221 جامعة كازان الوطنية للبحوث التكنولوجية مرتبة 1221 إذن جامعة البلطيقة الاتحادية باسم إموانويل كانت في المرتبة زائد 1221 جامعة باشكير الحكومية زائد 1221 جامعة أوفا الحكومية للطيران الفني في المرتبة زائد 1221 الجامعة الاتحادية الجنوبية زائد 1221 عالميا جامعة بيرم الحكومية وهي الجامعة الوطنية للبحوث المرتبة زائد 1221 عالميا جامعة أومسك التقنية الحكومية زائد 1221 جامعة نوفو سيبيرسك التقنية الحكومية زائد 1201 الجامعة الشمالية الشرقية الفيدرالية باسم أموسوف المرتبة 1221 زائد معهد موسكو للتكنولوجيا الإلكترونية وهي الجامعة الوطنية للبحوث المرتبة زائد 1221 عالميا الجامعة التكنولوجية الروسية ميريا زائد 1221 عالميا الجامعة الحكومية للنفط والغاز باسم جوبكين وهي الجامعة الوطنية للبحوث مرتبة 1221 الجامعة نيجني نوفغورد التقنية الحكومية باسم أليكسيف زائد 1221 عالميا جامعة البولي تكنيك بموسكو زائد 1221 عالميا معهد موسكو للطيران وهي الجامعة البحوث الوطنية وباختصار تكون مائي المرتبة 1221 عالميا جامعة كازان الوطنية للبحوث التقنية باسم توبوليف كاي زائد 1221 عالميا جامعة إيري كوسكو الوطنية للبحوث التقنية زائد 1221 جامعة الشرق الأقصى الاتحادية زائد 1221 جامعة تومسكو الحكومية لأنظمة التحكم والإلكترونيات الراديو زائد 1221 عالميا الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة زائد 1221 عالميا جامعة البولي تيكنيك بي بيرم الجامعة الوطنية للبحوث زائد 1221 عالميا جامعة سراطف الوطنية للبحوث باسم تشيرني تشيفسكي زائد 1221 جامعة سراطف التقنية الحكومية باسم جاغارين زائد 1221 عالميا جامعة تومين الحكومية المرتبة 1221 جامعة سمارة التقنية الحكومية المرتبة زائد 1221 جامعة سمارة الوطنية للبحوث باسم الأكاديمي كوروليف مرتبة زائد 1221 الجامعة الطبية الروسية باسم بيراغوف وهي تعتبر الجامعة الوطنية للبحوث زائد 1221 الجامعة الطبية الحكومية الأولى في سانت بيترسبورغ باسم الأكاديمي بافلوف وفي المرتبة 1000 زائد 1221 عالميا جامعة إيركوتوسك الحكومية وفي المرتبة زائد 1221 جامعة نيجنينوف جورت الحكومية باسم لوباتيفسكي زائد 1221 جامعة إيفانوف الحكومية للتكنولوجيا الكيميائية المرتبة 1000 زائد 1221 جامعة بيلجرود الحكومية الجامعة الوطنية للبحوث زائد 1221 عالميا جامعة فارونج الحكومية زائد 1221 عالميا جامعة سانت بيترسبورغ الحكومية الكهروتقنية لاتي باسم أولانيوف الآن وسابقا تسمى ليلين وفي المرتبة زائد 1221 جامعة فولغا للبحوث الطبية زائد 1221 عالميا جامعة ماجينوتو جورتك التكنية الحكومية باسم نوصوف وفي المرتبة بين 1101 و1200 عالميا جامعة سيبيريا الاتحادية وفي المرتبة بين 1101 و1200 جامعة سيتشينوف الطبية الأولى الحكومية في موسكو وفي المرتبة بين 1101 و1200 عالميا جامعة فولغا جرات التكنية الحكومية وفي المرتبة بين 1101 و1200 جامعة الأورال الفيدرالية باسم أول رئيس لروسيا يالسن في المرتبة بين 1101 و1200 جامعة جنوب الأورال الحكومية وهي الجامعة الوطنية للبحوث في المرتبة بين 801 و1000 وهي الجامعة الاتحادية بكازان منطقة الفولغا في المرتبة بين 801 و1000 عالميا جامعة بومان التكنية الحكومية بموسكو وهي الجامعة الوطنية للبحوث في المرتبة بين 801 و1000 جامعة البولي تكنيك بيتومسك وهي الجامعة الوطنية للبحوث وفي المرتبة 801 و1000 جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية وهي الجامعة الوطنية للبحوث وفي المرتبة بين 601 و800 عالميا جامعة موسكو الحكومية للهندسة المدنية وهي الجامعة الوطنية للبحوث في المرتبة بين 601 و800 جامعة إيتمو الوطنية للبحوث في المرتبة بين 601 و800 عالميا جامعة تومسكو الحكومية للبحوث الوطنية وفي المرتبة بين 601 و800 جامعة موسيس للعلوم والتكنولوجيا وفي المرتبة بين 601 و800 جامعة سانت بيترسبورغ الحكومية وبين 601 و800 عالميا جامعة صديقة بين الشعوب في روسيا وفي المرتبة بين 501 و600 عالميا جامعة بلخانوف الروسية للاقتصاد بين 501 و600 جامعة دون الحكومية التقنية وبين 401 و500 عالميا الجامعة الوطنية للبحوث النووية نيفي وفي المرتبة 401 و500 عالميا جامعة سانت بيترسبورغ للتعدين في المرتبة العالمية بين 301 و350 وهي المدرسة العليا للاقتصاد وهي الجامعة الوطنية للبحوث والآن توب ثري أفضل ثلاثة جامعة وقبل ذلك عليك أن تكتشف نفسك من خلال الاختبارات العلمية التي تقدم قناتنا وهي هدفها هو معرفة المجال الدراسي وأي اختصاص يناسبك فقط أنت وهذه جميع الاختبارات هذه هو هدفها الوحيد وتجدونها في القناة وأكتشف نفسك من خلال هذه الاختبارات والاختبار يكون سهل وبسيط مبني على أسس ونظريات علمية ومتكامل وهذا الرقم على التليجرام وكذلك الواتساب للتواصل معي وزائد سبعة تسعمائة وسبعة وسبعون ثمانمائة وتسعة ستة وثمانون سفر ثلاثة وبعد ذلك سوف تحصلون على التقرير النهائي ويكون في التخصصات الجامعية التي تناسبك أنت فقط مع دليل شامل حول كل تخصص وهذا كله يكون في قناة تنا إذن في المرتبة الثالثة ويكون ترتيبها عالميا بين ثلاثمائة وواحد وثلاثمائة وخمسون جامعة البولي تيكنيك بسانت بيترسبورغ للبوتروس الأكبر في المرتبة الثانية ومرتبة العالمية بين مائتين وواحد ومائتين وخمسون هو معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا وهي الجامعة الوطنية للبحث وفي المرتبة الأولى ومرتبة العالمية حسب المجل ذو مائة وثمانية وخمسون وهي جامعة لما نصف الحكومية بموسكو الآن تعرفتم على واحد وستون جامعة الروسية حسب تصنيف ذو وبالتالي نتعرف معا على أكثر حسب الاختصاص بالنسبة لهذا التصنيف ذو وهو تكون كالآتي العلوم والتقنية الهندسية يوجد خمسين جامعة روسية مصنفة حسب هذا التصنيف ذو العلوم والإنسانية والفنون يوجد ثمانية جامعات الطب والرعاية الصحية 12 جامعة الأعمال والاقتصاد 12 جامعة العلوم الاجتماعية 12 جامعة العلوم الفيزيائية 47 جامعة وعلوم الحاسوب 23 جامعة روسية اختصاصها ومصنفة حسب تصنيف البريطاني ذو وللأكثر ولتسهيل البحث كذلك يوجد قانية على التليجرام اسمها ديبلوموفيتش وكذلك ممكن أخذ صورة للحصول والمباشرة وبالنسبة لهاشتاك تكتب الاختصاص وسوف تجد كجميع الفيديوهات المرتبطة بهذا الاختصاص الذي تود أن تكمل فيه دراستك وكذلك معرفة تصنيفات الجامعات الروسية الأخرى اليوم تعرفنا على التصنيف البريطاني والمجلة البريطانية ذو كما تعرفتم وتبقى تصنيف كي أس كذلك تصنيف البريطاني تصنيف شانغاي وهو الصيني وكذلك لننسى التصنيف الروسي وهو روسي حسبهم ويكون أحسن مئة جامعة إذن للوصول إلى والاحتفال بهذا اليوم ما عليكم فقط أن تجتهدوا وأن تختاروا أولاً وبصدق واجتياز الاختبارات التي توافرها لكم ومعرفة الاختصاص المناسب لكم فقط وليس لأخيك أو مثل ابن عمك أو مثل بنت الجيران إذن هذا هو السر في النجاح وممكن مشاهدة هذه الفيديوهات الأخرى للاستفادة وشكراً لكم على المتابعة ودمتم بخير